مرحبا بكم إلى موجة النشرة المسائية على قناة الحدث الإفريقي شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الاثنين إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنظم تحت شعار مع النقل تعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28 وضم الوفد المغربي في هذه التظاهر بالخصوص ليلى بن علي وزيرة الانتقال التقي والتنمية المستدامة وعبدالإله أدادس القائم بأعمال استفارة المغربية بأبوظبي وتميز حفل افتتاحها الذي ترأسه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتتويج الفائزين العشرة بجائزة زايد للاستدامة أكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على الأهمية الحاسمة للتكنولوجيا الرقمية بما في ذلك البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تحسين الانتاج الفلاحي في المغرب افتتح يوم السبت بتوريرت المعرض الجهوي للصناعة التحولية الفلاحية في دورته الثانية تحت شعار الصناعة التحولية تثمين للموارد المائية ونجاعة للاستثمار وتهدف هذه التظاهر الفلاحية التي افتتحها وزير الفلاحة وساد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي بحضور على الخصوص عامل إقليم توريرت العرب توجر والمدير العام لوكالة تنمية الشرق محمد باركي ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيين ومنتخبين ووفد من المسؤولين بالوزارة إلى خلق تينامية اقتصادية بإقليم توريرت وجهة الشرق بصفة عامة أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الاثنين على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس والذي لا يمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب وأضاف الرئيس التونسي أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول لأن ثوات البشرية لها حقوق يجب على الدولة ضمانها على قرار الحق في تعليم العمومية والشغل الذي يحفظ الكرامة والسكن والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في الدستور وفي السكوك العالمية والإقليمية والتي لا تخضع لمنطق الربح والخسارة كأسهم الشركات التجارية أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الإثنين أن تونس وليبيا دولة واحدة تجمعهما مصالح ومشاكل مشتركة ولهما أيضا مستقبل المشترك مبرزا أن تونس مكملة لليبيا وليبيا مكملة لتونس وذلك من خلال مختلف مصالحهما المشتركة انطلقت الاثنين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس محاكمة جهادي فرنسي كان قد انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في فبراير 2015 مع زوجته المغربية وطفلهما الذي كان يبلغ من العمر شهرين ألذاك ويمثل جوناثان جيفروه وزوجته لطيفة شادلي الذين يبلغان من العمر أربعين عاما أمام المحكمة بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية كذلك تمثل والدة جيفروه البالغة من العمر تسعة وخمسون عاما أمام المحكمة بتهمة تمويل مشروع إرهابي وإرسال ألاف اليرهات إلى ابنها عندما كان في المنطقة العراقية السورية انتهى موعدنا الإخباري لهذا اليوم شكرا على المتابعة في أمان الله